بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيها الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصوابي بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمن وأشد المعاقبين في موضع النكان والنقما وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة اللهم ذنتدي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في المونك ولم يكن له ولي من الذون وكبره تكبيرا الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاش في الخلق أمره وحمده الظاهري بالكرم مجده الباصطي بالجود يداه الذي لا تنقصوا خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير اللهم إن عظرك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيحي عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطأي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت وأدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد الله منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبضوا إلي فأتبغضوا إليك وتتوددوا إلي فلا أقبلوا منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجود عليه بفضل أحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الأصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخالق باسط الرزق فالق الأصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يراه وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعادله قهرى بعزتهم أعزا وتواضع لعظمته العظمى فبلغى بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستروا علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه فكم من موهبة هنية قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتكوا حجابه ولا يغلقوا بابه ولا يرد سائله ولا يخيبوا آمله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلكوا ملوكا ويستخلفوا آخرين والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديا لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزاق ويضعم ولا يضعان ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظي سرك ومبلغي رسالاتك أفضلى وأحسنى وأجملى وأكملى وأذكى وأنمى وأطيبى وأطهرى وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصلي على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصلي على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين وصلي على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسني والحسين سيدين شباب أهل الجنة وصلي على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن حسن بن علي وانخنف الهاد المهدي حججك على عبادك وأملائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمن والعدل المنتبار وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعية إلى كتابك والقائمة بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدوك لا يشركوا بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعله من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخالق اللهم إنا نرغب إليك في دولة الكريمة تُعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعات إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرابة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا اللهم ألمم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسدى به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفكى به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آماننا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به غيظة قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقدى نبينا صلواتك عليه واله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتنيبنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجلوا وبضر تكشفوه ونصر تعزوه وسلطان حق تظهروه ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم برحمتك في الصالحين فادخنا وفي علينا فارفعنا وبكاس من معين من عين سلسبين فاستنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فاطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فالبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والضريع فلا تضعبنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا